ردود فعل متباينة في مصر أثارها قانون منح الجنسية الذي تتم مناقشته حالياً في البرلمان المصري والذي يقضي بمنح الجنسية المصرية للأجانب بشروط منها إقامة مشروعات استثمارية أي أجنبي يرغب في الحصول على الجنسية المصرية يتعين عليه تسديد عشرة ألف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري كرسوم لتقديم الطلب هيستفاد منها هيأخذ أورادي ويتملك ويبقى البلد بتاعته ويعمل له عايز ويجمع أنه مش مصري ولا يخاف على البلد دي زي أهل البلد الجنسية المصرية دي غالية جداً فإنما لو مستثمر مقيم في مصر فترة طويلة واستثماراته واضحة من حقه طبعاً حيدي فرصة لناس كتير أن يتدخل في قرار المصري بعد كده يعني مش معقولة الجنسية المصرية ببرخيصة للدرجات خبراء في القانون لا يرون مانعاً في منح الجنسية للأجانب مدامت هناك ضوابط تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار فكرة الحفاظ على الأمن القومي الأمن القومي ده معناها بالضرورة أنه يحط ضمانة لبعض الجنسيات أو بعض الأشخاص اللي هو يتخوف منها وربما تتوفر فيهم شروط أنه يدفع السبع مليون جنيه أو لديه عقار لكن ربما لا تنطبق عليه ضمانات الأمن القومي الخلاصة أنه أغلب دول العالم بتاخد بالشراء الجنسية ومش معناها للشراء لكن معناها الاستثمار في البلد ومصر أعتقد بعد 2011 حريصة على أنها تفتح أبواب الاستثمار أمام المستثمرين مشروع القانون يعطي رئيس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار أو إنشاء مشروع استثماري وفقاً لقانون الاستثمار أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية لم تحدد قيمته إضافة إلى خضوع المتقدم للفحص من قبل وحدة سيشكلها مجلس الوزراء تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والجهات الأمنية المعنية